الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تضحيات الشهداء من رجال قوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب تأخذ مكانها على حائط الشرف وخلال كلمته في احتفالية الذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة أضف الرئيس السيسي أن الذكرى تأتي في وقت محوري تواجه فيه منطقة تحديات غير مسبوقة وتواجه فيه مصر واقعا إقليميا خطيرا وحول التطورات بالمنطقة قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تفضل جهودا كبيرة في سبيل منع توسيع الحرب ووقف إطلاق النار وأكد رئيس السيسي أنه ليس من مصلحة المنطقة أن تدخل في اقتتال لأن نتائجه صعبة على الجميع وأوضح رئيس السيسي أن نتائج الأشفر الأربعة للحرب أنهكت الجميع وكانت قاسية محذرا من خروج الأمور عن السيطرة بشكل أكثر من ذلك استشهد أكثر من عشرة أشخاص وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة خان يونس جنوب قطاع غزة وفي مخيم النصيرات أعلنت مصادر فلسطينية انتشال أربعة شهداء أطفال بعد قصف طائرات الاحتلال للمخيم يأتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة بقطاع غزة نددت الأمم المتحدة بالانتهاك الصارخ لقوانين الحرب بعد غارة جوية على ملجأ يؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة وأعلن مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة توماس وايت أن قضي فتي دبابة أصابت مبنى يؤوي 800 شخص مشيرا إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 75 أخرين أعلن مسؤولون أمريكيون أن البحرية الأمريكية اعترضت صواريخ في البحر الأحمر خلال مرافقة سفينتين تابعتين لشركة الشحنة الدينماركية مارسك من جانبه أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن صاروخا أخطأ هدفه وأن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت صاروخين أخرين كان يستهدفان إحدى السفن وأضاف كيربي أن الهجوم يؤكد بشكل واضح أن الحثنيين ما زالوا ينون تنفيذ مثل هذه الهجمات متعهدا بقيام واشنطن بما يلزم لحماية الملاحة البحرية أعلنت مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة والعراق بصدد بدء محادثات بشأن إنهاء مهمة التحالف العسكري الذي يتقوده الولايات المتحدة في العراق يأتي ذلك بعد سلسلة من الغارات نفذتها واشنطن لدى منشآت مرتبطة بفصائل عراقية مسلحة وتعرضت قواتنا أمريكية في العراق والسورية للهجوم حوالي 150 مرة من مسلحين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطع غزة رياضيا يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية في دور 16 من بطولة أمم أفريقيا والمقررة الأحد المقبل وتأهل منتخب الفراعنة إلى الدور الثاني للبطولة بعد تعادله مع رأس الأخذر بهدفين لكل منهما في ختام الدور الأول ليرتفع رصيده إلى ثلاث نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة